الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وموالاه مع التطبيق العملي لنقطة الكلمات القرآنية بطريقة صحيحة مع سورة البقرة الصفحة 27 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس البر أنت والوجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ليس ألياء هنا ساكنة قبلها مفتوح يا أولين لا تضغط على المخرج ولا تخرج معها هو لي ليس ولا تقول ليس هذا خطأ البر ليس ننتقل من السين المفتوحة إلى اللام القمرية لأنه كما نرى لم يأتي بعدها حرف مشدد وهنا لدينا همزة وصل نبدأ بهمزة قطأ مفتوحة البر الراء مفخمة لأنها مفتوحة ولا نكرر الراء لأنها مشددة فنقول خطأا البر البر هذا خطأ البر البر وإذا وصلنا إلى حرف التا نضم الشفتين فيها لأنها مضمومة واللام أيضا مشددة لا مساكنة ثم لام مضمومة تولو لا تمسك اللام مشددة هذا خطأ أن تقول تولو هذا خطأ هذا مسك لللام ووجوهكم كررتها لأنها الواو هنا مضمومة نضم الشفتين فيها وهي مضمومة ووجوهكم الهاو من أقصى الحلق اتزاز الأوتار الصوتية لا تخرجها من الصدر هذا خطأ والكاف لا تفخمها لأن الكاف من حروف المستفلة وجوهكم لا تقول خطأا كوم هذا خطأ ميم مظهرة نسمع صوت الميم وجوهكم قبالة هكذا قبالة القاف مفخمة مرتبة أخيرا لأنها في مكسورة المرتبة الخامسة الباء واللام مفتوحة مرققة ننتقل من اللام المفتوحة من كلمة قبلة إلى اللام من كلمة المشرق لأن لدينا همزة وصل قبل المشرق هكذا المشرق نبدأ بهمزة قطع مفتوحة واللام قمرية لأنه لم يأتي بعدها حرف مشدد كما نرى جاء بعدها ميم مفتوحة الشين فيها تفشي يجري فيها الصوت ويجري فيها النفس والراء مرققة لأنها مكسورة والقاف آخر مراتب التفخيم مرتبة خامسة لأنها مكسورة المشرق والمغرب والمغرب الغين هنا أولا قبل الغين اللام قمرية لأنه لم يأتي بعدها حرف مشدد والغين ساكن مرتبة الساكن مرتبة رابعة مرتبة التفخيم ويجري فيها الصوت في الغين ولا يجري فيها النفس والراء مرققة لأنها مكسورة والباء طبعا إذا وقفنا على الباء نقف على سكون والباء مقلقلة قلقلة كبرى لأنها في آخر الكلام وهي في الوصل مكسورة نكسر الباء جيدا والمغرب ولكن البر ولكن أفتح الفن في الألف التي بعد اللام والكافك سرها جيدا والنون مشددة فيها غنى بمغضاء حركتين ولكن البر ننتقل من النون المفتوحة من النون المشددة إلى اللام القمرية لأنه لم يأتي بعد حرف مشدد لماذا؟ لأنه لدينا همزة وصل نبدأ بهمزة قطاع مفتوحة الباء هنا مكسورة البي البر الأراء مفخمة مشددة طبعا ومفخمة لأنها مفتوحة لا تكررها كما نوهت هنا في بداية الآية من آمن نون ساكنة بعد النون همزة إذن إظهار لأنها همزة من حروف الإظهار الستة ولدينا في كلمة آمنة متبدل بمقدار حركتين كما نرى ألف ساكنة وقبلها همزة مفتوحة مقدار المد حركتين من آمن بالله بكسرة الباء من بالله جيدا وتكون اسم الجلال يكون مراقق لأنه قبله مكسور والهاء مستفلة بالله هي ومكسور واليومي ينتقل من الواو المفتوحة في كلمة واليومي إلى اللام لأن الهمزة همزة وصل هنا واللام قمرية لأنه لم يأتي بعد حرف مشدد والواو نضم الشفتين فيها نكسر الميم جيدا واليوم الآخر الآن نبدأ بهمزة قطع مفتوحة وهنا لدينا متبدل بمقدار حركتين كما نرى ألف ساكن قبلها همزة مفتوحة الخاء هنا مفخمة مرتبة أخيرة لأنها مكسورة مرتبة خامسة والراء مراققة لأنها مكسورة الآخر والملائكة هنا والملائكة لدينا اللام قمرية لم يأتي بعد حرف مشدد من مفتوحة ولدينا حرف المد والهمزة في كلمة واحدة إذن مد واجب متصل بمقدار أربع وخمس حركات ونكسر التاء المربوطة جيدا ولا نهمسها نقول والملائكة هذا خطأ والملائكة والكتاب أيضا والكتاب ننتقل من الوام المفتوحة إلى اللام القمرية لأنه لدينا همزة وصل واللام قمرية لأنه لم يأتي بعدها حرف مشدد فإذن والكتاب والكتاب نقف على باساكنا مقلقة لقلقة لكبرى لأن في آخر الكلام وهي طبعا في الوصل مكسورة نفتح الفام في الألف التي بعد التاء اكسر الكاف جيدا الكي والكتاب والنبيين هنا أيضا لدينا اللام ننتقل من الواو المفتوحة إلى اللام الشمسية لماذا شمسية؟ لأنه كما نرى جاء بعدها حرف مشدد نون مشدد فيها غنب بمقدار حركتين ونكسر الباء جيدا ولدينا يا مشددة ننظر عليها ونسمع صوت الياء الساكن والياء المكسور والنبيين نكسر الياء الثانية وأنون مفتوحة وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا وآت لدينا بدل بمقدار حركتين كما نرى ألف ساكن قبل همزة مفتوحة المال وآت من التاء المفتوحة إلى اللام القمرية لماذا؟ لأنه لدينا همزة وصل نبدأ بهمزة قطاع مفتوحة المال لام قمرية لأنه لم يأتي بعدها حرف مشدد افتح الفن في الألف التي بعد الميم المال لا تقل المال هكذا إمال لصوت الألف على لا تقل على 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 حب حو حو ضم الشفتين في الحاء ثم باء شديدة مجهورة وهي مشددة إذن باء ساكنة ثم باء مكسورة حبه حبه ذوي هنا لديناها مكسورة ولدينا متصلة صغرى بمقدار حركتين ذوي ذكسرة الواو جيدا ثم ننتقل من الواو المكسورة إلى اللام من كلمة القربة لأنه لدينا همزة وصل نبدأ بهمزة قطاع مفتوحة اللام قمرية لأنه لم يأتي بعدها حرف مشدد جاء بعدها قاف مضمومة وهذه مفخمة مرتبة ثالثة مرتبة المضموم راء ساكنة في كلمة القربة قبلها مضموم إذن تكون مفخمة القربة إياك أن تسحب ضمة القاف إلى الراء الساكنة تقول القربة انظر القربة هذا خطأ إذ يجب عليك أن تعود بالشفتين إلى الوضع الطبيعي عندما تصل لنطق حرف الراء الساكن القربة القربة واليتامة ننتقل من الواو المفتوحة إلى اللام القمرية لأنه لدينا همزة وصل واللام القمرية لأنه لم يأتي بعدها حرف مشدد نفتح الفم في الألف التي بعد التا واليتاما وكذلك بعد الميم والمساكين وأيضا في كلمة والمساكين واو مفتوحة ننتقل إلى اللام لأنه همزة وصل واللام قمرية لأنه لم يأتي بعدها حرف مشدد والمسا لا تنسى أن اللام يجري فيها الصوت فترة زمنية بسيطة لأنه من أحرف التوسط لنعمر والمسا افتح الفم في الألف ولا تقول والمسا هذا صوت ألف ممال غير صحيح اكسر الكافة جيدا والمسا كي والمسا كينا وبنا ماذا لدينا باء مقالقة لهمزة وصل طبعا من الواو المفتوحة إلى الباء المقالقة لقالقة الصغرى لأنه في وسط الكلام وبنا وبنا السبيل السبيل نبدأ بهمزة قطع مفتوحة بلام شمسية لأنه كما نرى حرف مشدد جاء بعد اللام سين مشددة سين ساكنة ثم سين مفتوحة أس س السبيل كسرت الباء جيدا وبعدها يا بي بيل السبيل والسائلين أيضا في كلمة والسائلين ننتقل من الواو المفتوحة إلى السين المشددة لأن اللام شمسية وأيضا هنا همزة وصل والسين المشددة السين ساكنة سين مفتوحة من أحرف الصفير ولدينا حرف المد والهمزة في كلمة واحدة في كلمة والسائلين إذن مد واجم متصل بمقدار أربعة وخمس حركات اكسر الهمزة جيدا واللامة جيدا لي وبعدها يا والسائلين وفي الرقاب وفي كسرت الفاء جيدا وننتقل من الفاء المكسورة إلى الراء المشددة المكسورة المراققة لأنها مكسورة لماذا؟ لأنه همزة وصل لدينا واللام شمسية لأنه جاء بعدها حرف مشدد القاف مفتوحة بعدها ألف إذن مفخمة مرتبة أولى لا تكوير الشفتين تقول الرقا تكوير الشفتين في القاف وفي حروف الاستعلاء هذا خطأ تدرب على أن لا تكوير الشفتين في نطق حروف الاستعلاء أو في نطق حروف حرف الراء المفخم كذلك هناك تكوير للشفتين عند البعض وفي الرقاء وفي الرقاب وأقام اكسر البعض جيدا من كلمة الرقاب وأقام لا تقول وأقى لا تفخم الهمزة الهمزة مستفيلة والقاف مفخمة مرتبة أولى لأنها مفتوحة بعدها ألف ملميم مستفيلة وأقام وأقام الصلاة الصلاة من الميم المفتوحة إلى الصادة المشددة لأنه لدينا همزة وصل واللام شمسية لأنه جاء بعدها حرف مشدد الصاد صاد ساكنة ثم صاد مفتوحة الصاد المفتوحة مفخمة مرتبة ثانية أص ومع الأسف هناك من يكوير الشفتين عندما ينطق هذه الصاد يقول أص أص خطأ وأيضا يفخم اللام اللام مستفيلة والصاد لا يوجد تكوير فيها للشفتين أص أص الصلاة 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 افتح الفم في الألف التي بعد اللام وآت مرت معنا وآت هنا لدينا ما تبدأ بمقدار حركتين نفتح الفم في الألف لأنه لدينا ألف ساكنة قبلها همزة مفتوحة هذا ما تبدأ بمقدار حركتين ننتقل من التاء المفتوحة إلى الزاي من كلمة الزاي مشددة من كلمة الزكاة لأنه لدينا همزة وصل واللام الشمسية لأنه جاء بعد حرف مشدد وآت الزكاة الزاي لا تنسى أنها من أحرف الصفير ونفتح الفم في الألف التي بعد الكاف والموفون ومفتوحة ننتقل إلى اللام القمرية لأنه لم يأتي بعد حرف مشدد وبينهما همزة وصل والموفون يجري الصوت فترة زمانية بسيطة في اللام نحرف التوسط لا تنسى ميم مضموما نضم الشفتين فيها وفي الواو والفاء والواو إلى أن نصل إلى النون والموفون بعهدهم كسرة الباء من كلمة بعهدهم العين عميقة من وسط الحلق والهاء من ناقص الحلق باهتزاز الأوتار الصوتية لا تخرجها من الصدر هذا خطأ أن تقول بعهدهم 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 هذه هون خطأ هذه ها صدرية إذن يجب أن تخرج من ناقص الحلق باهتزاز الأوتار الصوتية بعهدهم وكسرة الدال والهاء جيدا ميم مظهرة بعهدهم إذا اسمع صوت الميم إذا كسرت الزاء جيدا افتح الفن في الألف التي بعد الذال عاهدوا لا تقول عاهدوا هذه ألف ممالة إذن افتح الفن في الألف بعد العين والدال ضم الشفتين فيها ونقف على مد طبيعي بمقدار حركتين لا تنسى ضم الشفتين في الدال والواو والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون والصابرين واو مفتوحة ثم همزة وصل ننتقل من الواو المفتوحة إلى الصاد المشددة لأنه اللام شمسية والصاد هنا لماذا شمسية لأنه جاء بعدها حرف مشدد الصاد هنا صاد مشدد الصاد ساكنة ثم صاد مفتوحة بعدها أليف الصاد المفتوحة بعدها أليف مفخمة مرتبة أولى وهي من أحرف الصفير ولا ننسى أن الصاد الساكنة مفخمة أيضا ولكن مرتبة التفخيم لها مرتبة الساكن المرتبة الرابعة والصابيرين كسرة البأ جيدا والرأو أيضا مرققة لأنها مكسورة في البأساء ننتقل من الفاء المكسورة كسر فاء جيدا إلى الباء من كلمة البأساء لماذا؟ لأنه لدينا همزة وصل واللامقمرية نبدأ بهمزة قطع مفتوحة البأساء هنا همزة البأساء اقفل الأوتار الصوتية جيدا لا تقول البأس هكذا تشطح في الهمزة وهذا خطأ يجب أن تقفل الأوتار الصوتية جيدا وتدرب عليها قليلا قليلا البأساء البأساء هكذا اعملها مقطعين البأساء ماذا لدينا؟ لدينا حرف المد والهمزة في كلمة واحدة إذن مد واجب منتصل بمقدار أربعة وخمس حركات والضراء وحين البأس والضراء كلمة والضراء لدينا اللام شمسية جاء بعدها حرف مشدد وهمزة همزة وصل ننتقل من الواو المفتوحة إلى الضاد المشددة وهذه الضاد المشددة لا تنسى أن ضاد ساكنة والض والض نسمع صوت الضاد الساكنة فيها رخاوة واستطالة وتفخيم مرتبة رابعة والضاد المفتوحة تفخيم مرتبة ثانية والراء مفخمة لأنها مفتوحة والألف التي بعد الراء أيضا تفخم تبعا للراء ولدينا حرف المد في كلمة والضراء والهمزة في كلمة واحدة إذن مد واجب متصل بمقدار أربع وخمس حركات وحين كسرت الحاء جيدا احرص عليها وجاء بعدها ياء وحين ننتقل من النون المفتوحة إلى القمرية لأنه لدينا همزة وصل ونبدأ بهمزة قطع مفتوحة البأس وهنا نقفل تار الصوتية في الهمزة قفلا جيدا ونقف على سين ساكنة مهموسة يجري فيها الصوت والنفس البأس البأس هكذا وقلا تفيد أن الوقف أولى أولئك هذه الوولاة تلفظ ولدينا حرف المد والهمزة في كلمة أولئك مدواج متصل بمقدار أربعة وخمس حركات نكسر الهمزة جيدا أولئك نضم الشفتين في الهمزة المضمومة أولئك الذين الذين نبدأ بهمزة قطع مفتوحة لا تمسك اللام كما قلت مرارا وتكرارا الذين خطأ لام يجري فيها الصوت فترة زمنية بسيطة من أحرف التوسط لين عمر اكسر الذالة جيدا ذي الذين صدقوا صادقوا الصاد مفخمة القاف مفخمة مرتبة تفخيم الصاد مرتبة المفتوح ثانية مرتبة تفخيم القاف مرتبة ثالثة مضموم الدال بينهما مرقق لا تقول صادقوا صادقوا خطأ صادقوا صادقوا هكذا نضم الشفتين في القاف صلاة تفيد أن الوصل أولى وأولئك مرت معنا حرف المدوى الهمزة في كلمة أولئك كلمة واحدة واجب متصل بمقدار أربعة وخمس حركات لا تنسى نضم الشفتين في الهمزة المضمومة هم الهاء والميم مضمومتان نضم الشفتين فيها والهاء أخرجها من أقص الحلق باحتزاز الأوتار الصوتية لا تخرجها من الصدر وتدرب على هذا هم من الميم المضمومة إلى اللام القمرية لأنه لدينا همزة وصل نبدأ بهمزة القطع مفتوحة المتقون لماذا اللام قمرية لأنه لم يأتي بعدها حرف مشدد ميم مضمومة نضم الشفتين فيها تاء مشدد المتا تاء ساكن ثم تاء مفتوحة قاف مضمومة نضم الشفتين فيها ومفخمة مرتبة ثالثة مرتبة المضموم ولا تجعل غنى في الواو في حالة الوقف على المد العرض للسكم بمقدار حركتين أو ست حركات يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى يَا أَيُّهَا لدينا حرف المد في كلمة والهمزة في كلمة أخرى إذن مد جائز منفصل بمقدار حركتين أو أربعة أو خمسة لا تنسى الياء مشددة ياء ساكنة ثم ياء مضمومة وفيها نبر أي أيها هكذا يا أيها اسمع صوت الياء الساكنة من غير ضغط على المخرج ومن غير أن تخرج معها والذين مرت معنا همزة قطع مفتوحة نبدأ بها هي همزة وصل واللام لا تمسكها تقول الذين هذا خطأ لا بد أن تعرف أن لين عمر هي من أحرف التوسط واللام يجري فيها الصوت فترة زمنية بسيطة الذال مكسورة اكسرها جيدا ذي الذين آمنوا متبدل بمقدار حركتين ألف ساكن قبل همزة مفتوحة نون مضمومة ضم الشفتين فيها وفي الواو كو كو تيبة الكاف مضمومة ضم الشفتين فيها تيبة كسرة التا با مفتوحة عليكم علي يا ساكنة قبلها مفتوح يا أولين لا تضغط على المخرج ولا تخرج معها الكاف لا تفخي ما تقول عليكو كومو خطأ الكاف مرقق عليكو ضم الشفتين في الكاف والميم ننتقل من الميم من كلمة عليكم عليكم إلى اللام من كلمة القصاص لأن لدينا همزة وصل نبدأ بهمزة قطع مفتوحة ولا مقمرية لأنه لم يأتي بعد حرف مشدد القاف هنا من كلمة القصاص مكسورة مفخمة مرتبة أخيرة خامسة الصاد مفخمة مرتبة أولى لماذا؟ لأنها مفتوحة بعدها أليف القصاص القصاص هكذا لا تكبر شفتين في نطوح حروف الاستعلاء الصاد مضمومة من آخر كلمة القصاص إذا مفخمة مرتبة ثالثة في القتلى في كسرة الفأ جيدا في ننتقل إلى اللام لأنه لدينا همزة وصل واللام قمرية لأنه لم يأتي بعدها حرف مشدد القاف مفخمة مرتبة ثانية لأنها مفتوحة التأساكنة إذا فيها همس همس نطيف لا تبالغ في الهمس خطأا أن تقول القتلى القتلى هذا خطأ همس مبالغ في القتلى هكذا القتلى هكذا صلة أي أن الوصل أولى الحر الحر انظر إلى الشفتين لدينا طبعا هنا همزة وصل نبدأ بهمزة قطع مفتوحة اللام قمرية لأنه جاء بعدها حرف غير مشدد مضموم نضم الشفتين فيها ثم راء مشدد طبعا ساكن ثم مضموم وهي مفخم راء مفخمة هنا خلص الراء الساكنة من أن تسحب الضمة إليها أن تقول الحر الحر هذا خطأ الصحيح الحر الحر إذن أخلص الراء الساكنة من أن تضم أرجع الشفتين فيها إلى الوضع الطبيعي ثم الراء الثاني المضمومة أضم الشفتين فيها بالحر وهنا بكسرة الباء جيدا ولدينا همزة وصل اللام قمرية لأنه لم يأتي بعد حرف مشدد والراء هنا مراققة لأنها مكسورة والعبد من الواو المفتوحة إلى اللام القمرية لأنه لدينا همزة وصل واللام قمرية لأنه لم يأتي بعد حرف مشدد الباء من كلمة والعبد بالعبدي كلاهما قلقلة صغرى لأنها في وسط الكلام وساكن هي والعبد ضم الشفتين فيها بالكسرة الباء بالعبدي أيضا هنا لدينا لام قمرية بالعبدي ولدينا همزة وصل اللام قمرية لأنه لم يأتي بعد حرف مشدد الدال والعبد مضمومة ضم الشفتين بالعبدي دال مكسورة نكسر الدال جيدا لخفض الفك السفلي والأنثاء انظر إلى الإخفاء نون مع الثاء أذهب إلى مخرج الثاء وأتهيأ لنطق حرف الثاء والأنثاء هكذا وننتقل طبعا هنا لدينا اللام قمرية لأنه لم يأتي بعد حرف مشدد ننتقل من الواو المفتوح إلى اللام لأنه لدينا همزة وصل بالأنثاء أيضا بكسرة الباء جيدا واللام قمرية وهمزة وصل لدينا هنا اللام قمرية لأنه لم يأتي بعد حرف مشدد نضم الشفتين في الهمزة المضمومة والنون مع الثاء إخفاء بغنة مرقق بمغضار حركتين نذهب إلى مخرج الثاء نتهيأ لنطق حرف الثاء بالأنثاء الجيم تفيد جواز الوقف فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن عفيا نون ساكنة بعد النون عين إظهار لأنه من أحرف الإظهار الستة فمن عفيا نسمع صوت النون المظهر عفيا عين وسط الحلق عميقة ونضم الشفتين فيها لأنها مضمومة في كسرة الفاء جيدا يا متطرفة مفتوحة عوفيا هكذا عوفي عوفيا له الهاء مضمومة نضم الشفتين فيها وهنا لدينا مدصلة صورة بنغضال حركتين له من له من نضم الشفتين من نكسر الميم جيدا نون ساكنة بعد النون همزة إظهار من أخيه أخيه خاء مكسورة مفخمة مرتبة أخيرة مرتبة الخامسة ألهاء ونكسر فيها ألهاء جيدا بخفض الفك السفلي أخي أخي وهنا لك من يقول أخي أخيه خطأ آ آ همزة مرققة أخيه شيء فاتباع بالمعروف شيء لدينا تنوين جاء بعد التنوين فاء إخفاء بغنة مراققة لأن الفاء مستفيل ومقدار الغنة حركتين نذهب إلى مخرج الفاء نتهيأ لنطق حرف الفاء شيء فاتباع التاء هنا طبعا همزة وصل ننتقل من الفاء المفتوح إلى التاء المشددة تاء ساكن ثم تاء مكسورة والعين هنا مضموم تنوين لدينا نضم الشفتين وجاء بعد التنوين باء إذن إقلاب إلى ميم بغنة بمقدار حركتين فاتباع بالمعروف كسرت الباء جيدا ثم لدينا همزة وصل ولام قمرية لأنه لم يأتي بعدها حرف مشدد العين عميق من وسط الحلق الراء اقرعها جيدا راء مضموم مفخمة بالمعروف ضم الشفتين فيها وفي الواو والفاء مكسورة في بالمعروف وأداء لدينا حرف المد والهمزة في كلمة وأداء إذن مد واجب متصل بمقدار أربع خمس حركات تنوين بعد تنوين همزة في كلمة إليه إذن إظهار لأن الهمزة من حرف الإظهار الستة وآداء إليه بإحسان الياء من كلمة إليه الساكنة قبلها مفتوح يأولين لا تضغط على مخرجها ولا تخرج معها بإحسان باء مكسورة همزة مكسورة بإحسان الحاء ساكنة مهموس يجري فيها صوته والنفس وافتح الفن في الألف لا تجعل ممالة تقول بإحسان خطأ بإحسان نقف على نون ساكنة والجيم تفيد جواز الوقف إذا استمرنا في القراءة لدينا تنوين مع التنوين جاء بعده ذال إخفاء بغنى بمقدار حركتين وغنى الإخفاء تكون مرققة لأن الذال حرف مرقق مستفل بإحسان ذلك أذهب إلى مخرج الذال أتهيأ لنطق حرف الذال افتح الفن في الألف التي بعد الذال واكسر اللام جيدا ذلك لي ذلك تخفيف هنا كلمة تخفيف الخاء هنا مفخمة مرتبة رابعة لأنها ساكنة مهموسة يجري فيها الصوت والنفس ومن الخطأ الذي يحدث في هذه الكلمة أنه يفخم التى يقول تخفي تخفيف هذا خطأ التى مستفلة مرققة إذن تا تخفيف اكسر الفاء الأولى والفاء الثانية مضمومة تنوين جاء بعد التنوين ميم والميم من حروف ينمو الإدغام بغنى تخفيف من ربيكم كسرة الميم من كلمة من نون ساكنة بعد النون راء والراء كما تعلمون من حروف الإدغام بغير غنى نأكل النون مر مر ربيكم هكذا والباء من كلمة ربيكم مشددة ساكنة ثم مكسورة وحرف الباء حرف شديد مجهور لا يجري فيه النفس ولا يجري فيه الصوت والكاف لا تفخي ما تقول كم ربيكم خطأ ربيكم ميم مظهرة مر ربيكم ورحمة نسمع صوت الميم المظهرة وراء ورحمة الوام مستفلة الراء مفخمة لأنها مفتوحة والحاء ساكنة مهموسة يجري فيها صوت والنفس من وسط الحلق ونقف على ها ساكنة مهموسة قلة تفيد أن الوقف أولى ورحمة هكذا وإذا استمرنا في القراءة لدينا تنوين بعد التنوين جاء حرف الفا والفا من حروف الإخفاء بغنة مراققة بمقدار حركتين ورحمة فماني اعتاد فماني كسرة النون جيدا وننتقل من النون المكسورة إلى العين لأنه لدينا همزة وصل فماني اعتاد عين ساكنة من وسط الحلق فصيحة عميقة لا تخرجها من غير مخرج أو أعلى قليلا هذا خطأ نبدأ بهمزة قطع مكسورة اعتاد اعتاد بعد ذلك أيضا كلمة بعد العين ساكنة من وسط الحلق ذلك افتح الفم في الألف واكسر اللامة جيدا ذلك فلاه فلاه الهاء مضمومة ضم الشفتين فيها مد صلة صغرى فلاه مقدار حركتين فلاه عذاب افتح الفم في الألف التي بعد ذال باء مضمومة تنوين ضم جاء بعد التنوين همزة إذن لدينا إظهار لأن الهمزة من حروف الإظهار الستة عذاب أليم نسمع صوت النون المظهرة عذاب أليم 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 كسرت اللام جيدا وبعدها لا تجعل غنى في هذه اليا في الوقف المد العارض للسكون بمقدار حركتين وست حركات ميم نقف على ميم ساكنة إذا استمرنا في القراءة لدينا تنوين ضم جاء بعد التنوين واو ولكم إذن إضغام بغنى بمقدار حركتين أليم ولكم لا تنسى ضم الشفتين كما رأيتم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية ولكم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب ولكم كاف لا تفخمها كم ولا تقول ولا كم ميم مظهرة ولا كم في هكذا نسمع صوت الميم في الفاو مكسورة ننتقل من الفاو المكسورة إلى اللام القمرية لأنه هنا لدينا همزة وصل اللام قمرية لماذا؟ لأنه لم يأتي بعد حرف مشدد القاف مكسورة مفخمة مرتبة أخيرة كما مر معنا قبلها في هذه الآية القصاص الصاد مفخمة مرتبة أولى مفتوحة بعدها أليف الصاد الأخيرة مكسورة مفخمة مرتبة أخيرة حياة حياة هنا نفتح الفن في الألف التي بعد يا ولدينا تنوين جاء بعد التنوين يا إذن لدينا غنى بمقدار حركتين لأن اليا من أحرف يمه الإضغام بغنى ومن الخطأ أن تقول يا صافية حياة يا خطأ يجب أن تكون هناك غنى مصاحبة لها حياة يا أولي الألباب يا أولي لدينا حرف المد في كلمة والهمزة في كلمة أخرى إذن مجائز منفصل بمقدار حركتين أو أربعة أو خمسة اكسر اللام جيدا أولي 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 من اللام المكسورة إلى اللام من كلمة الألباب القمرية لأنه لدينا همزة وصل واللام قمرية لأنه لم يأتي بعد حرف مشدد نبدأ بهمزة قطأ مفتوحة الألباب افتح الفن في الألف بعد الباء الأولى باء الأخيرة مكسورة لعلكم لا تمسك اللام من كلمة لعلكم مشدد لعلكم خطأ والكاف لا تفخي ما تقول لعلكم خطأ لعلكم لا توسط كاف مرقق ميم مظهرة لعلكم تتقون الأخطاء تتقون التي يفخمون التاء هنا لأنها مجاورة للقاف المفخة مرتبة ثالثة لأنها مضمومة في رحالة الوقف في المد العارض للسكون بإغضاء حركتين أو ستة لا تجعل هنا في الواو تخلص منها بأن تخرج الواو من مخرجها الصحيح ترفع أقصى اللسان رأس اللسان يكون عند أصول الثناية السفلة في المنطقة اللحمية وضم الشفتين إلى الأمام لن يتصعد الصوت إلى الخيشوم وبهذا تكون واو صافية تتقون هكذا من غير غنى كتب عليكم كتب ضم كسر فتحة كتب كضم نضم الشفتين كسر نخفض الفك السفلي فتحة نفتح الفم بفتح الفم كتب عليكم يا أنساكنة قبلها مفتوح يا أولين لا تضغط على المخرج ولا تخرج معاها الكاف مرققة دائما أقولها لا تقول عليكم 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 ميم مظهرة نسمع صوتها عليكم إذا حضار إذا كسرت الهمزة جيدا افتح الفم بالألف بعد الذال حضار لا تقول حضار لا تفخم الحال لأنها جاورت الضاد المفخم مرتبة ثانية لأنها مفتوح والراء مفخم لأنها مفتوحة إذن حضار حضار أحدكم حضار أحدكم أحد كوم كل حروفها مرققة أحد كوم هكذا الكاف والميم مظمومة نضم الشفتين فيها ننتقل من الميم المظمومة أحد كوم الموت من إلى اللام القمرية لأنه لدينا همزة وصل نبدأ بهمزة قطع مفتوحة الموت نضم الشفتين لم قمرية لأنه لم يأتي بعد حرف مشدد والواو هنا نضم الشفتين فيها والتأ كذلك وخطأ أن تقول الموت تهمس هذه التأ المتحركة كما قلنا أن التأ الهمس يكون في التأ ساكنة ولا يعدم الهمس في التأ المتحركة وليكونه بسيط ولطيف جداً الموت إن تارك إن تارك هنا لدينا نون فيها إخفاء لأنجاب فممكن أن نمط هذه الكسرة نقول إن هذا خطأ إي إن تارك لا تمط الكسرة لا تجعلها ياء والنون هنا إخفاء مع التأ بغنى مراققة لأن التأ مستفل مقدار الغنى حركتان نذهب إلى مخرج التأ ونتهيئ لنطق التأ إن تارك وخطأ أن تقول تارك لا تفخم التأ لأن الرأ مفخم جاورت التأ تارك هكذا تدرب عليها تارك تارك خيرا خ الخ هنا مفخمة مرتبة ثانية لأن مفتوحة لا تقول خ لا تكبر الشفتين والياء ساكنة قبلها مفتوح يأولين والرأ مفخمة لأن مفتوحة إذن خيرا خيران خيران هنا لدينا تنوين جاء بعد التنوين همزة إذن لدينا إظهار خيران الواصية لا تقول الواصية لا تفخم الواو طبعا نبدأ بهمزة قطع مفتوحة اللام قمريا لأنه لم ينته بعدها حرف مشدد والوا مراقق الوا الواصية الخطأ الواصية فخمت الواو والصاد مفخم مرتبة أخيرة لأنها مكسورة الياء هنا مشددة يأساكن ثم ياء مفتوحة وننبر عليها فيها نبر هنا ونسمع صوت الياء الساكنة الواصية هكذا يبدلونه إن الله سميع عليم للوالدين اللام هنا الأولى مكسورة واللام الثانية ساكنة للوا وهي من أحرف التوسط الوالدين للوالدين افتح الفن في الألف التي بعد الوا اللام هنا أيضا قبل الدال مكسورة للوالدة للوالدين الياء هنا ساكنة قبلها مفتوح يأولين لا تضغط عليها ولا تخرج معها والأقرابين القاف ساكنة مقلقة لقلقة لا صغر في وسط الكلام وهي مفخمة مرتبة رابعة لأنها مرتبة الساكن الراء مفخمة لأنها مفتوحة والأقرابين باء كسرة نكسرها جيدا بعدها بالمعروف كسرت الباء جيدا ولذين همزة وصل واللام قمرية لأنه لم يأتي بعدها حرف مشدد بيل ننتقل من الباء المكسورة إلى اللام بيل معروف العين ساكنة من وسط الحلق عميقة وراء قرأها جيدا مضمومة نضم الشفتين فيها وهي مفخمة لأنها مضمومة نقف على فاء ساكنة مهموسة يجري فيها الصوت والنفس صلة تفيد أن الوصل أولى حق حقا على الحا هنا ممكن أن تفخم عند البعض يقول حقا حا حقا هذا خطأ حقا على القاف مفخمة مرتبة أولى لأنها مفتوحة بعدها أليف ولدينا تنوين مع العين إظهار كما ترون أن العين هو من حروف الإظهار الستة على لا تقول على من اللام المفتوحة إلى اللام القمرية لأنه لدينا همزة وصل بينهما واللام القمرية لأنه لم يأتي بعدها حرف مشدد الميم مضمومة نضم الشفتين فيها على المتقين المتقين والتاء مشدد تاء ساكنة ثم تاء مفتوحة القاف هنا مكسورة مفخمة مرتبة أخيرة ولا تجعل غنى في هذه الألياء عندما تقف في المد العرض للسكون بمقدار حركتين أو ستة فمن بدله نون ساكنة جاء بعد نونب إذن إقلاب إلى ميم بغنى بمقدار حركتين من غير كز على الشفتين فمن بدله دال مشدد دال ساكنة ثم دال مفتوحة والهاء هنا نضم الشفتين فيها مد الصلة صغرى بمقدار حركتين بدله بعد ما سمعه بعد العين ساكنة لا تقلق لها بعد بعد هي من وسط الحل بعد تجري فيها صوت فضل زمنية بسيطة لأنها من أحرف التوسط لنعمر بعد ما سام ما لا افتح الفن في الألف لا تقول ما ما خطأ ساميعه ساميعه كفتحة كسرى فتحة ساميعه ضم الشفتين في الهاء ولدينا ما اتصل صغرى بمقدار حركتين بعد ما ساميعه فإنما إثمه فإنما الهمزة مكسورة كسرها جيدا ثم نون لا تمطها لأنه جاء بعدها نون مشدد فيها غنى فإنما خطأ فإنما إثمه نون مشدد فيها غنى بمقدار حركتين لدينا حرف المد في كلمة فإنما والهمزة في كلمة أخرى إثمه لدينا مد جائز منفصل بمقدار حركتين واربع وخمسة الثاء ساكن مهموس يجري فيها صوت والنفس إثمه ميم والها نضم الشفتين فيها ومد صلة صغرة بمقدار حركتين على إثمه على الذين يبدلونه على لا تقول على على من اللام المفتوحة إلى اللام المشددة هنا كما نرى لأنه همزة وصل بينهما لا تمسك اللام الذين خطأ لامت فيها توصط الذال اكسرها جيدا ويدينا يبدلونه يضم الشفتين في الياء والدال مشدد دال ساكنة ثم دال مكسورة يبدلون دال حفظ شديد مجهور لون لام نضم الشفتين فيها وفي الواو ونقف علىها ساكنة مهموسة والجيم تفيد جواز الوقف يبدلونه هكذا من أقصى الحلق باهتزاز الأوتار الصوتية إذا استمرنا في القراءة لدينا هنا مد صلة كبرى لأنه جاء بعدها همزة يبدلونه إن الله هكذا إن أيضا هذه الهمزة مكسورة لا تمطل كسرة تجعلها هياء لأنه جاء بعدها النون فيها غنى إن الله خطأ النون لا تفخم تقول إن الله خطأ إن إن الله لا بسم الجلال الله مفخم لأنه قبله مفتوح لا تكور شفتين نبدأ بهمزة القطاء لا تقول الله الله خطأ هناك من أسمعهم يكور شفتين في تفخيم اسم الجلال الله 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 سميع كذا إن الله سميع عليم سميع كسرة الميم جيدا بعدها والعين عميقة من وسط الحلق تنوين ضم معدد تنوين عين إظهار سميع نسمع نون مظهرة سميع عليم ألا أكسرها جيدا وبعدها لا تجعل غنى في الوقف المد العارض للسكون بمقدار حركتين أو سطح حركات والحمد لله رب العالمين هذا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أن تستغفرك وأتوب إليك وهذا وما كان من توفيق وصوف من الله وحده وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان وأستغفر الله لي ولكم كان معكم دريد إبراهيم أبو مريم لا تنسوا الاشتراك في قناتي على اليوتيوب دريد إبراهيم أبو مريم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته